نحكيه على الامتحانات والمناظرة الوطنية الأهم في المسار الدراسي متاع الناس اللي في المرحلة الثانوية نحكيه على امتحان الباكالوريا وحكينا قبل ما يبدأ الباك على الغش وطرق الغش وحذرنا من الغش وقلنا قديش راك تيخ وريسك وقت اللي تعمل عملية الغش لكن للأسف هاو المعلومة اللي عنا مثلا أنه 17 حالة غش يتم رصدها أسمع جعفور في مركز واحد للامتحانات وقي حال 17 وقي حالة مراقبية الكل على التحقيق هذه نهارة الجمعة وتتوزى حالية الغش حتى التوى 60 حالة خلال اليوم الأول 99 حالة خلال اليوم الثاني و72 حالة خلال اليوم الثالث احنا بدينا من البرح والأسبوع الثاني في الامتحانات كيف ما قلنا امتحانات الباكالوريا توفى نهارة الاربعة ان شاء الله بالنجاح للناس الكل احنا حابين نفهم الحالة الغش هذية زادت التقنيات تبدلت شنو الفرق بين عمناول والسناء فماش يحرس أكثر وإلا فماش طريقة أنجع باش نفيقوا بشكورنا اللي قاعد يغش معانا سيموندر عافي مدير الاتصال بوزارة التربية معانا مباشرة سيموندر سيموندر سباح النور مرحبا بيك يا جعفر مرحبا بيك سيموندر 17 حالة غش في مركز واحد سي جعفر سيدي مرحبا الأجواء طيبة في مركز الجحانات طيبة طيبة جدا الحمد لله 17 حالة لا تؤثر على السير العادي طيبة 17 حالة طيبة لا في زعفر عنا 140 ألف تلمية 17 حالة تزعج جدا مايش طيبة يا زعفر نحكي على جوار انتحانات الأجوار الامتحانات طيبة أما أنت زعفر يا عايشخو أنت مكتب سؤال وأنت سيد العاقين عايشخو أنا كنا نقول لك أنا الأجواء طيبة يعني الأجواء رائبة طيبة واللي يغش مشدوه هو ويتحمل مسؤوليته نعم يتحال على القضاء نعم والغش حالة مجرمة بغش والسابعين والأنيا متقلق ناش باعتبار أن كل من يغش بش يتحمل مسؤوليته ويقف عليه القبض ويتحمل مسؤوليته وميمثل كان روحه وراءه نعم ويجابها روحه وكل من يقف وراءه ومن يدعمه ومن يعطيه كل من يغش يتحمل مسؤوليته بالقانون والأمور رائعة ورأي وزارة التربية قامت بالواجب وتكون به تماما وراءهما عطينا توصيات والتعليمات وعطينا كل ميوات لكن كل من يدوره في الغش يتحمل مسؤوليته وعند يارسي جعفر وأنت معرف أنك عندك عطف خاص على الحالات الاستثنائية نعم نحب 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 على أشياء بارية وإيجابية نعم لأنه عندنا احنا في مركزنا في امتحاناتنا عندنا ناس يتعدي في الامتحانات ويهي عنده صعوبات وعنده وضعيات وضعيات أولادها لعيناية أو الاهتمام نحب نذكر بهم باي سيمون درجس قبل ما نمشيوا لنقاط ذوما الإجابية لهما بهين برشا وهيت نحكي معلهم أنا عندي زوز أسألة سهلين احنا وقتا اللي يبدعان الأرقام هذين نحب نقارن بغابوغ العام نيول مثلا بش الناس نيفهم شوي احنا عنا ستاشل حال لاربع يملول مثلا لاربع يملول عنا نقص كبير في حالة الغش برابور العام نيول نعم نقص كبير عنا نحكي لك اليوم مثلا اليوم الرابع يوم الرابع عنا سجلنا 147 حالة غش في اليوم الرابع مقابل في سنة 2023 166 حالة لنك اللي جان الثناع اللي جان الوزارة منها في إطار استثنائي عملت لجان 81 لجنة 81 منها مراقب من اللي جان المركزية في إطار لجان في إطار 26 لجنة يراقبوا يعملوا في عملهم في إطار جيد نحب نسجل أنه في رقم مراقبة تعمل تعمل بكل جدية وبكل حرص على ضبط كل المخالفين وكل من يتسوي له نفسه لأدداء الانتحانات أو تسريب أو الغش أو لا بعض الأجوب على المترشحين الوزارة في إطار نعم تعمل باللازم نعم تتنقل في 26 مالجوبية جهوية بالتربية نعم كل المراكز يتم ضبط فيها حالة غش يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التامة مع كل الغش ولن تتردد الوزارة في رضع كل المخالفين نعم ساموندر باحدنا خلينا نستغل الفرصة معانتانتي اللي تقولون اجمالا انو حالات الغش لمسجلة سناء اقل من عم ناول انا نحب نعرف كان عندكم انتوما اكيد المعلومات فماش طرق جديدة في الغش رصدتوها سناء ووقفتو نعم هذي اللي نحب نعفو رصدنا بعض الحالات بعض الحالات الطريفة طريفة نعم تما استنضاع في الغش لكن ورغم طرفتها ورغم محاولات التغليل لكننا نحب تبين انو المراقبين بتاعنا فاكنو انو واحد يشد باكو جو اقو عصير ويحط فيها الكارت متعال في باكو العصير فيتصطلوا للمراقبين ومنتم غابطوا فيكو في كل آليات نعم نعم فيوست جو فيوست جو باكو مصار باكو مصار ونفكروا بشكل انو يبانا يبانا كاشتي وحاطوا بطريقة فيوش انتباه وحاط من خمسة وضنق تم تفضل هذا هذه حالة من حالات باش تبين اني الوزارة بالفرق امتحها الفرق المركزية وفرق الجهوية في طر عمل المتكار فهذا قاعدة بواجدها وقاعدة تلصد في الحالات حالة بحالة وكما قلت والجد أنو الوزارة تتفامحة مع اي حالة غش مع اي ممارس الغش مهما كان موقعه ومهما كانت مسؤوليته وضح وضح سي المنظر وي زي انا في المركز هدايا اللي صارت فيه سبعتاشن حالة غش في مركز واحد واي حالة المراقبين على التحقيق زيد المراقبين شنو الريسك شنو ينجموا باش ينجموا يتعاقبوا سيمون برهات ان نخوفك شوف سيدة أنا لا أريد أن أستبق لأ نحكيه عن الريسك التحقيق ما ديك على عشرية المعمول بها تم اتخاذ اجراءات ادارية اه ادارية من بين اداري الوزارة وبين اداري وبين اجراءات قانونية وقضائية يعني مثلا باش توصل حتى للقضاء اما من نجمش نحكي على على مركز بعينه وعلى حالة بعينها دامت في طار قضاءته واضح واضح نحب نقول إلي بجي نجدد شكري للأسادة المراقبين في مراكز الكوري اللي هما عددهم واحد واثمانية في مستوى مركزي اه في ستة وعشرين فريق متنقل في الجيهات الكل من جابس البنجردان الاثنين من التونس العاصمة لكل الجيهات يتنقلوا عنا بعض الجيهات سجلنا فيهم بسفر حالة نحب نحيي حالة نحب نحيي بعض الجيهات لي لكن نحب أقول فقط أن وزارة التربية تعمل على إنجاح البكالوريا والبكالوريا مشتعة وزارة التربية فقط تونس رأي المجتمع تونس 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 وكل الناس مجندون لخدمة اللي الحدث الذي هو عرس عرس وهي رأي وطنية والبكالوريا رأي أمن قومي نعم ولا مساسة بالأمن القومي الوطني نعم مهما كان نعم وأي محاولات لعرقلة أو تسهير أو غش أو كذا أو شبكات غيسبوكية رأي ستتحمل مسؤوليتها القانونية ورأي بكالورياتنا ناصعة نصاع البيض وستمجزوا كما ينبغي وبنائنا اللي سحقوا نجاح سينجحون شكرا شكرا من ناسي منظر قلوبنا وبعقولنا لكلنا معاكم تحية لكم وتحية للأستاذ والأستاذة وللإدارة للناس القايمين على الامتحان الوطني هذا الامتحان الكبير اللي تويرثناه إن شاء الله رب ينجح ولداتنا وبنائتنا إن شاء الله رب يجي من في السواب مناظرة مهمة جدا ولي تحل الأبواب للعالم من الكل على خاطر مزيل والحمد لله معترف بها في تقريبا كل أماكن في العالم الحاجة المهمة زيدة ولي لازم تتقل يعرضني فيديو لبخوف متاع ماتيماتيك هبط يعلق على الامتحان تاع المات تاع البكالوريا في تونس قال ها وشنو واجههم متوينسة في الامتحان وبيهت في متاع الامتحان قديش سعيب زيد الامتحان وماهيش متاح للناس الكل فقال معنتها في المناظرة تحس لي فهم مناظرة وطنية والأجدر هو اللي ينجح توقشال رب ينجح ولدتنا الكل تحب تاخو فكرة على سوام العليلش نحبش ناخو بعد فكرة على سوام العليلش في تونس وخارج تونس بداو يبعثون سلمة فراج توقيت زيدة هذه في الانستغرام معنا لا لا هذه بالذات مش نحكي عليها لأنه جاوبتها قطرة قطل يركز في عوض تركز في عوض تجاوب فيه هاو شو نبلوكيها طاو طاو نوريك سلمة شكرا نعمل وفاصل نبلوكي فيه سلمة ثم نواصل